شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه الفريق أول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي المناورة البحرية ذات الصواري التي نفذتها القوات البحرية بالذخيرة الحية بمشاركة عشرات القطع البحرية من مختلف الطرازات وألقى الفريق أسامة الجندي قائد القوات البحرية كلمة أكد فيها أن رجال القوات البحرية بما يملكوه من تدريب راق ووحدات وأسلحة بحرية حديثة يمارسون مهمهم بكل قوة وحزم لحماية سواحل مصر ومياهها الإقليمية ضد أي أعمال عدائية خارجية أو داخلية وقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع علم مصر والقوات البحرية على عدد من القطع البحرية والأنشاة المرور الساحلية الجديدة إذاناً بانضمامها للعمل داخل القوات البحرية تضمنت المناورة العديد من الأنشطة والبيانات العملية للتدريب على مهام العمليات من بينها تأمين نطاق القوات البحرية وخطوط المواصلات وحركة النقل البحري وأعمال الإنقاذ والإخلاء والإطفاء وأعمال الإمداد والتزود بالوقود وتنفيذ جميع الدفاعات بالبحر وتصدي لتشكيل معادن بالصواريخ السطح سطح والمدفعية وباشتراك عناصر الصائقة البحرية والمقاتلات متعددة المهام من طراز F-16 والهيلوكوبتر المسلح وشهدت المناورة انضمام طرازات جديدة من الأنشاط السريعة والتي من بينها عدد من القطع التي تم تصميمها وتصنيعها بأيدي وخبرات رجال القوات البحرية كما قام بافتتاح عدد من المنشآت الفنية والإدارية داخل الورش الرئيسية للقوات البحرية من بينها تطوير رافع السفن وزيادة طاقته الاستيعابية والذي يستخدم في أعمال التأمين الفني واستعادة الكفاءة الفنية والقتالية وكذلك إجراء العمرات لمختلف الوحدات والقطع البحرية وورشة الفايبر التي تقوم بتصنيع الأنشاط الخفيفة والأنشاط المرور والإرشاد وافتتاح مصنع الغازات المسالة والذي يستخدم في تلبية احتياجات المستشفيات العسكرية ومركز طب الأعماق من الأكسوجين والغازات الطبية وكذلك وحدات تقطيع وتجهيز بدن السفن وهنجر بناء وإصلاحات الوحدات البحرية حضر المناورة ومراسم الاحتفال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة